هنا دكتور حسن عايزة سأل حضرتك برضو يعني نرجع للتعريفة شوية هل حضرتك شايف إن مازالت التعريفة عادلة بالنسبة يعني اللي بيقولوا عليها غالية بيقولوا عليها غالية من وجهة نظر الدخل اللي بيجي المواطن اللي بيقولوا عليها رخيصة بيقولوا من وجهة نظر هي بتتكلف قد إيه وسائل الهريترو دي خلينا أقول لك إن وسائل النقل العام اللي بتوفرها الدولة في البداية كده نحط عنوان رئيسي إن الدولة لا تهدف للربح من قطاع النقل هو قطاع خدمي الدولة ملتزمة بتقديم خدمة النقل للمواطن سواء في نقل الأفراد أو نقل البضاعة ولكن هذا المرفق من الخبرات اللي خدناها من العقود الماضية تعرض إلى مشاكل كثيرة نتيجة لعدم إحلال وعدم تجديد وعدم حاجات كتيرة جدا لما نتكلم مثلا على مرفق زي السكة الحديد هتلاقي إن السكة الحديد قبل 2014 كانت مديونة للدولة بـ 50 مليار السكة الحديد كان إجمالي دخلها من نقل البضاعة والركاب 3 مليار ومرتبات اللي شغالين فيها 3 مليار 450 مليون يعني عشان تدفع مرتبات الناس بتدين للدولة بـ 450 مليون ده من غير بقى إحلال ولا تجديد ولا صلار لتشغيل ولا زيوت ولا أي حاجة خالص فإحنا لما مرينا بالتجارب دي المرفق نهار يعني 2014 السكة الحديد كانت ماتت إكلينيكيا والدولة بدأت في مشروع قومي لإصلاح منظومة السكة الحديد صلحنا مزلئنات ونظم تحكم وشارات وعملناها بالنظام الإلكتروني لتقليل الاعتماد على الأنصر البشري جبنا جرارات وعربات نقل بضاعة وركاب في الصغفقة هي الأكبر على مستوى عمر السكة الحديد بهدف أن أنا أعيد لهذا المرفق الحيوي اللي بيعتمد عليه المواطن وكان السكة الحديد أأمن وسيلة مواصلات بالنسبة للمواطن النهاردة بنحاول نعود نرجع السكة دي بكل الإصلاحات اللي تمت في المنظومة وبالنسبة يا فندم لقطارات نقل البضايع اللي معروفة أنها في العالم كله بتصرف على نقل أنا تكلمت معك أكثر من مداخلة تليفونية في هذا الشكل في أي حتة في العالم نقل البضايع هو اللي بيصرف على الركاب إحنا عندنا كان نقل البضايع بالسكة الحديد يكاد يكون كله يعني توقف أو نقدر نقول يعني 0.4% يعني رقم رقم أقرب ما يكون للصفر إحنا دلوقتي بإصلاح المنظومة وإنشاء خطوط حديدية جديدة منها القطارات القهربية السريعة اللي أنا بسميها محاور لوجستية عندنا ثلاث خطوط لربط السخنة بمطروح ده الخط الأخضر بطول حوالي 675 كيلو وعندنا الخط الأزرق لربط القاهرة بابو صنبل غرب النيل عندنا كمان الخط الأحمر سفاجة الغرداء إنا بطول 220 كيلو وهذه الخطوط بمثابة محاور لوجستية هنقل فيها بضايع فبالتالي هقدر أننا والأزمنة بقت قياسية كمان يعني اللي بينقل بضع بقى على الطريق في لوري ولا بتاع ده هيبقى حسن له بيت مرة لا وكمان الأطر بيشيل أضعاف حضورة 60 مثلا تريلا أقدر أحمل المحتوى 60 تريلا في أطر واحد فيبقى اقتصاديات النقلة متحققة لأننا هبقى التكلفة أقل من استردام ورحلة واحدة وزمن واحد بالإضافة إلى أننا هأمن الطرق بتاعتي لأن الحوادث اللي بتحصل جزء كبير منها بسبب النقل التقيل لما قلل الحمولات على شبكة الطرق وضبط الحمولات لأننا عندي حمولات زايدة وتكلمت مع حضرتك قبل كده فيها الحمولات الزايدة بتقصف عمر شبكة الطرق طبعا كان بيحصل هبوط في بعض الأماكن والناس بتقول ده أنتو طرق ما بتعملوهاش كويس لا هو الحمولات اللي بتبقى موجودة على الشبكة أعلى بكتير من المصمم عليها الطريق وأنا مقدرش أصمم على الحمولة العالية دية لأن ما فيش أكواد ولا مواصفات عالمية بتقولوا أن أصمم عليها حتى تكلفة التصميم هتبقى عالية جدا لأن انت بتتكلم على حالة المفروض أنها ما تكونش موجودة في دول أقل مننا تقدما بتعمل دول لود للحمولة الزيادة لو أنا معايا لوري شايل حمولة زيادة بوقفه ونزل الحمولة وتيجي عربية تانية تابع الشركة دي على حسابه تنقل الحمولة الزيادة فبالتالي لما يحصل العقوبة دي أمره ما هيقرارها تاني فإحنا في سبيلنا لكده بس عشان أعمل ده لازم الأول أجد البديل البديل والبومنج والبرومسينج القادم إن شاء الله إن السك الحديد تعود إلى نقل البضائع بشكل كف وزي ما حضرتك قلت لما ده هيتم هيبقى فيه دخل للسك الحديد من نقل البضائع أقدر إن أنا أدعم بيه قطاع نقل الركاب والدولة شغالة دلوقتي في شراكات مع القطاع الخاص سواء في النقل الداخلي أو في أول مرة أهل محطط إمتى يا دكتور نقدر نقول إن إحنا ممكن نبتدي ناخد عائد بقى من نقل البضائع في المشروعات الجديدة بمجرد ما الخطوط الجديدة اللي إحنا شغالين فيها دي كلها تشتغل وكلها على قدم الوساق المواطن اللي بيمشي على الطرق بيشوف جسور السكة الحديد الجديدة طلعت الكباري والمحطات طلعت بنشوف التطوير اللي بيتم في السكة الحديد القديمة اللي بتشتغل بالديزل خطوط الجديدة كلها شغالة بالكهرباء بنعمل مناطق لوجستية ومواني جافة عشان تبقى باك يارضل المواني البحرية فأقدر إن أنا أنقل بالسكة الحديد برضو من المواني البحرية إلى المواني جافة والمناطق اللوجستية مواني جافة دي نفاك سألت ساعتك مرة عليها وبرضو مش عارفة فهمة يعني هل هي مخازن مجرد مخازن لا مش مخازن وفقط ده جزء من القصة لكن أنا اللي كان بيتم في الميناء البحري من إجراءات جمركية من إجراءات الحاجة الصحي من كذا كانت الحاجة بتقعد متكدسة فلما نقلها معقمة من غير مفتاحة وأعمل كل الإجراءات دي في مكان بعيد يبقى أنا بزيد من الطاقة بتاعت الميناء البحري وعشان كده بسميها ميناء هي ميناء لكنها غير مطلة على البحر هنا ليه كمكان إجراءات بنسميها المواني الجافة جافة ليه لأنه مش مطلة على البحر لكن أنا بنقل كل اللي بيجيني بحركوا على طول عليه فبفضي الأرصفة والمناطق الحيوية داخل الميناء تستقبل بضاعة جديدة وتستقبل منقلات جديدة يبقى أنا في الحالة دي لو أنا بقى بأتكلم على منطقة اللوجستية بالإضافة لده بأعمل فيها صناعات أعمل فيها مصانع للقيمة المضافة أجمع حاجات أخذ مثلا ممكن قطع غيار جاية من دولة وحاجات جاية من دولة تانية فيبقى في عندي مصنع بيجمع الحاجات دي جوه وعيد تصديرها تاني ده مفهوم المنطقة اللوجستية أوسع شوية من مفهوم الميناء الجاف الدولة شغالة في الاتنين ده مفهوم المنطقة اللوجستية